ومن جانبه أكد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني أن تحديد موعد إنهاء عمل بعثة يونمي يؤكد التقدم الحاصل في العراق بجميع المجالات السوداني ذكر في بيان أن المنظمة الدولية وصلت إلى تقييم أعداء إيجابي عن العراق يدعم الاستقرار وضيفا أن إنهاء عمل يونمي لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى أيضا وبجهود مباركة من قبل حكومة وزارة الخارجية السادة المستشارين واستجابة لطلب الحكومة العراقية صدر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي 27-32 ليحدد موعد لإنهاء عمل بحثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونمي هذه البعثة التي تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1500 وتوسع عملها في عام 2007 بموجب قرار مجلس الأمن 1770 الشكل واضح أن إنهاء عمل البعثة نهاية عام 2025 بناء على طلب الحكومة العراقية بالتأكيد يمثل احترافا دوليا وأمميا بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات وهذه رسالة إيجابية على مسار العملية السياسية والنظام السياسي بمؤسساته الدستورية القائمة وبقواه السياسية الوطنية القادرة على إدارة البلد وفق تطلعات وأمال أبناء شعبنا ومن خلال الدستور العراقي والقوانين النافذة هذا تأكيد على ما يمتلك شعبنا من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات التي بدأت بعد عملية التغيير في 2003 وكان في أشهدها في مواجهة إرهاب داعش هذا الإرهاب الدولي الذي هدد الدولة وأبناء شعبنا بكل مكوناتهم وأطيعهم تمكن الشعب من الانتصار والاستمرار في بناء الدولة ومؤسساته بفضل تضحيات الشعب ووقوف قواتنا المسلحة بكل عنهوينها وأصنافها أيضا استمرارنا على العملية السياسية والتداول السلم للسلطة من خلال الانتخابات الدستورية كان دليل واضح وملموس على إرادة الشعبنا الكريم كل القراءات الدولية المنظمات المختصة وصلت إلى تقييم أداء يدعم الاستقرار وهذا بالتأكيد يتوازم مع طموحات مواطنين ويفتح الأفاق نحو تطور شامل في كل المجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية